أشكال التنوين في القرآن متعددة في فتحتين متساوية وفي فتحتين متفرقة وفي ضمتين صغيرة وفي ضمة وعليها نصف دائرة إيش معانيها؟ هل لها أثر في القراءة؟ نعم لها أثر وكأن الذي كتبها يقول لك هذه إقرأها بهذه الطريقة وهذه إقرأها بهذه الطريقة إيش هي الأشكال وإيش هي الطريقة في القراءة؟ نعرفها الآن طيب إذا كان الفتحتين متساوية أو الكسرتين متساوية معناها أن الحكم إظهار تبغى تأخذ مثال؟ أراجع درس الإظهار الذي أخذناه من قبل وإذا كانت فتحتين أو كسرتين متفرقة معناها أن الحكم إما إضغام وإما إخفاء كذلك أخذناهم في السابق وإذا كان التنوين عبارة عن ضمتين معناها أن الحكم إخفاء أو إضغام وإذا كانت ضمة وعليها مثل نصف الدائرة أو ضمة مقلوبة معناها أن الحكم إظهار هذا التنوين وكلها أخذناها مع الأمثلة في دروس الإظهار والإضغام والإخفاء فلتراجع